وزير التجارة وصناعة طارق قبيل مع النائب الأول لرئيس وزراء بولندا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة وقال قبيل إن لقاء تطرق كذلك إلى بحث أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القهرة ووارسو كونها خطوة ستنعكس إيجابيا على دعم حركة التجارة والاستثمارات والسياحة بين البلدين وأكد وزير التجارة ضرورة تنميات العلاقة الثقافية خاصة أن مصر تمتلك تراثا حضاريا كبيرا جعلها من أهم المنارات الثقافية على مستوى العالم